موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الحب الكرام في أولى برنامج أكثر من أربعمائة سبب لدخول الجنة العالية هذا العنوان ربما يستقرب منه البعض وربما يقتنع به كثير من الناس لكن هذه هي الحقيقة أحصينا بحمد الله تبارك وتعالى وتتبعنا الآيات الزكيات المباركات في كتاب الله والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة وعد لها أسبابا كيف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ورقب فيها وجعل لها أسبابا هذا بإذن الله تبارك وتعالى سوف تسمعونه وتعرفونه جليا واضحا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة ولكن ربما بعض الناس يقول ليس هناك رقم معين من هذه الأسباب أو الأعمال التي تدخل الناس الجنة نقول نعم لكن هذا في الغالب وإلا فهناك كثير من الأسباب ربما لا يسعفنا الوقت عفوا بطرقها كلها من أولها لآخرها ولكن حسبنا أن نذكر بعض الأسباب التي تجعلني أنا وإياكم والمسلمين بإذن الله تبارك إذا أخذنا بها سرنا على هذا الطريق المستقيم إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى وأن ندخل الجنة بسلام كما قال سبحانه وتعالى أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوط نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة عن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه كفيلة إذا ما عمل بها الإنسان وآمن بها دخل الجنة وسوف نتطرق بإذن الله تبارك وتعالى عن الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذه الأسباب الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح سبب للحياة الكريمة الدنيوية والأخروية قال تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره لا شك إذا آمن به الإنسان وحقق هذه الأركان دخل الجنة بإذن الرحمن أيضا كذلك العمل الصالح كيف يأتي الإنسان ويلقى ربه تبارك وتعالى من غير عمل قال سبحانه وتعالى أهل داود شكرا وقليل من العبادي الشكور فبالتالي العمل الصالح خلاف العمل السيء أيضا من حقق هذين الأمرين دخل الجنة بسلام أيضا من أسباب دخول الجنة الصبر الجميل على خضاء الله وقدره الصبر الجميل هو من أسباب بل بل هو من أعظم الأسباب كما قال سبحانه ما ينفى الصبرون أجرهم بغير حساب إذا صبر الإنسان على البلاء قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذن الصبر الصبر هو مفتاح الجنة الصبر على طاعة الله الصبر على قضاء الله وقدره الصبر عن معصية الله كفيرة للإنسان بإذن الرحمن تبارك وتعالى أن تدخل الجنة بسلام أيضا من أسباب دخول الجنة الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيل أدعي إلى الله على بصيرة قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف يتنهون على المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون على المنكر إذن الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تعرف الناس بهذا الخالق العظيم أن تعرف العباد بأن لهم رب عظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه لا بد أن الناس يعرفوا هذه الحقيقة الثابتة العظيمة فبالتالي لا بد أن يصبر الإنسان على الدعوة قد ينالك شيء من الأذى قد ينالك شيء من السخرية قد يقول فلان وفلان من قريب أو بعيد دافعه الحسد دافعه الغيرة دافعه يعني الغل وغير ذلك أصبر يا عبد الله فإن موعدك الجنة أيضا قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعلم الصابرين من أسباب دخول الجنة أيضا الصبر على الأعمال الصالحة الزكية الطيبة المباركة إلى متى إلى يوم يومين شهر شهرين عام عامين كلا بل إلى العمر كله حتى تلقى الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذا لا بد أن تصبر على الأعمال الصالحة لا بد أن تصبر نفسك تصبيرا على هذه الأعمال الصالحة حتى تلقى الله تبارك وتعالى دون كلل دون ملل أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة العالية الإيمان بالله تبارك وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة الطيبة والمباركة قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة وربما أيها الأحب الكرام تشاهدون أن يكرر أحيانا الإيمان 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 الأعمال 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 هذه حقيقة ثابتة ليس مني فقط وإنما هي من رب العباد جل وجلاله وتقدست أسمائه ذكر ذلك في كتابه ودائما يذكرنا الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح فلا ضير أن نسمع وأن نتذكر وأن تعي قلوبنا وتفهم عقولنا أن الإيمان من أعظم الأسباب دخول جنة الرحمن وأن الأعمال الصالحة الزكية بإذن الله جعلها الله سببا لدخول الجنان قال سبحانه وتعالى عن هذا الأمر قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة الإيمان لا ينفع عمل من غير إيمان ولا ينفع إيمان من غير عمل وإنما كلا الأمرين لا بد أن يحققهم الإنسان أيضا من أسباب دخول الجنة العالية الحذر من تتبع خطوات الشيطان وفتنته وشركه ومكره هذه حقيقة ثابتة ينبخي الإنسان أن يحذر وأن يكون على حذر دائما وأبدا من هذه الخطوات المتنوعة من هذه الخطوات المتشكلة من هذه الخطوات التي ينزلها الشيطان بين فترة وأخرى بقوالب متنوعة وفيها وما فيها من الفتن قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما من أسباب دخول الجنة لا إفراط ولا تفريض في الأعمال الصالحة قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون من أسباب دخول الجنة العظيمة الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هذه بعض الأسباب ولكن أدركنا الفاصل نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم بعد ذلك نكمل هذه الأسباب العظيمة ترجمة نانسي قنقر